فيما يخص حالة شبكة الطرقات العابرة لإقليم اختصاص الضرك الوطني والتي تأثر جرال اترابات الجوية الأخيرة التي صحبتها تساقط كميات معتبرة من الأمثار والتلوج هناك بعض الطرق المغلقة وأخرى بها صعوبة في السير خاصة بجهة الغربية للوطن نذكر أهمها بولاية تيسمسيلت لدينا الطريق الوطني رقم 19 الرابط بين ولايتي تيسمسيلت وأشلف بالضبط ببرج بنعام به صعوبة في السير بسبب طراكم التلوج أما الطريق الولاية رقم 5 الرابط بين اثنية الحد وسيدي بوتوشنت مغلق بسبب طراكم التلوج بولاية المدية لدينا صعوبة في السير بالطريق السيار شمال جنوب على مستوى منطقة بنشكاو ننصح مستعملي الطريق بضرورة تخفيض السرعة ومضاعفة مسافة الأمان كذلك نبقى بولاية المدية لدينا الطريق الوطني رقم 60 ألف ليربط بين بلديتي عين بوسيف وثلاث دواير به صعوبة في السير بسبب تساقط التلوج كذلك الطريق الوطني رقم 64 الرابط بين بلديتي بعطة التابعة إقليمين لولاية المدية وبلدية بوغرة التابعة إقليمين لولاية البوليدة بها صعوبة في السير بسبب طراكم التلوج الطريق الوطني رقم 64 ألف بولاية المدية به صعوبة في السير بمنطقة أولاد إبراهيم بسبب طراكم التلوج إذن وحدات الدرك الوطني تبذل مشهودات كبيرة جدا رفقة مصالح الحماية المدنية والأشغال العمومية من أجل فك هذه الطرقات في أقرب الآجال باستعمال جميع الوسائل المتحركة شكرا شكرا